موسيقى قوة النظام تكثف الضغط على حي جوبر بدمشق في أعنف قصف منذ شهرين العثور على سجن كبير كان داعش عذب فيه معارضيه غرب الموصل وبالأمل نحيا ونتغلب على الصعاب رسالة أم وابنها تبعث الأمل بما فيها من تضحيات موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير شاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري إذ كثفت قوة النظام قصفها وضرباتها الجوية أمس على حي جوبر في العاصمة السورية دمشق وقال نشطون إن الضربات تعد أعنف قصف تشنه قوات النظام خلال حملتها العسكرية التي بدأتها قبل شهرين وقصفت قوات النظام المتمركزة على جبل قاسيون الاستراتيجي المطل على دمشق كلا من حي جوبر ومنطقة عين ترما في ريف دمشق وفي ريف السويداء الشرقي تجددت الاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام في محور تل صدى وتل الضبع ومنطقة الشعاب وقصفت قوات نظام مناطق في بلدة عندان في ريف حلب الشمالي ما أدى لأضرار مادية في حين دارت اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المعارضة في محور تل صيبين والملاح في ريف حلب الشمالي تتسابق القوى الفاعلة في سوريا في التقدم نحو دير الزور التي يحتلها تنظيم داعش فقوات التحالف الدولي تشن ضرباتها لدعم تقدم على الأرض من قبل قوات سوريا ديمقراطية بينما تحاول قوات النظام التقدم مستغلة أوقات الهدى ووقف إطلاق النار فما هي أهمية هذه المحافظة السورية وماذا تعني السيدرة عليها نتابع دير الزور هذه المدينة السورية التي تعتبر أكبر مدن الشرق السوري فضلا عن كونها مركزا إداريا لمحافظة دير الزور مدينة النفط والذهبين الأبيض والأصفر القطن والقمح المدينة التي كانت تنمو صناعيا بصناعة النسيج والسكر والورق مدينة لها موقعها الاستراتيجي على نهر الفرات وبالقرب من الحدود العراقية هذه الإحداثيات كلها وأخرى غيرها تجعل من دير الزور التي يحتلها تنظيم داعش مجهدا عسكرية لأهداف داخلية ودولية النظام والميليشيات التابعة له يريدون توسيع النفوذ باستعادة ثاني كبرى محافظات سوريا ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والسيطرة على الحدود مع العراق وفق الأجندة الإيرانية فيما القوات المدعومة من أمريكا تضعها في إطار الحرب على الإرهاب إثر تحول دير الزور إلى أبرز معاقل داعش بعد تقدم القوات سوريا الديمقراطية في الرقة وخسارة التنظيم للموصل في العراق مصادر معارضات تحدث عن مفاوضات بين فصيل جيش مغاوير الثورة وممثلين عن التحالف الدولي لتشكيل جيش وطني مقره الشدادي في ريف الحسكة ليكون الجهة الوحيدة المخولة لدخول دير الزور من جهة الشمال بالتنسيق مع التحالف الدولي أما النظام فيقول إنه سيتقدم باتجاه المحافظة من ثلاثة محاور المحور الأول من ريف الرقة الجنوبي إذ تقدمت قوات النظام لتصل إلى نهر الفرات أما المحور الثاني من ريف حمص الشرقي بعد أن وصلت قوات النظام إلى مدينة السخنة الاستراتيجية أما المحور الثالث فينطلق من ريف حمص الشرقي في الوقت ذاته يحاول تنظيم داعش أن يدافع عن مواقعه في دير الزور بفرض التجنيد الإجباري على الشبان في المحافظة وحتى تبدأ أو تحسم المعركة في دير الزور يأمل الأهالي أن تكون غاية القضاء على إرهاب داعش هي الغاية الأسمى في هذه المنطقة الحساسة وتعليقا على الموضوع قال المتحدث باسم قوات النخبة السورية محمد شاكر إن أهمية دير الزور تكمن في كونها المدينة التي تمثل سلة الغذاء في سوريا مضيفا في مداخلة الله مع أخبار الآن أن دير الزور أصبحت حالة تواثقية مرهونة بالقرار الأممي رقم 2254 واتفاقيات الهدى التي تمر بها البلاد طبعا أهمية دير الزور هي دير الزور أولا سلة الغذاء في سوريا يعني الاقتصاد السوري تركز في دير الزور هي سلة الغذاء في سوريا وتوجد أيضا أبار النفط يعني حقل العمر وحده كان يضخ 450 ألف برميل باليوم يعني قارب نصف مليون برميل إذن تصبح مسألة دير الزور حيوية لجميع القوى لذلك يبدو أن القوى والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تجد صيغة وافقية تتناسب مع العملية السياسية القادمة في سوريا نحن نمر الآن بمرحلة مناطق خف التوتر يعني انتفاقيات خف التوتر في عموم سوريا من أجل إقامة إدارات محلية هذه الإدارات المحلية ستديرها المعارضة حسب أستانة وحسب انتفاقيات التجارة مؤخرا لذلك ربما قد تدير المعارضة هذه دير الزور وتختلف عن غيرها من أماكن الهدن بحيث يكون للنظام بما إننا نعمل من أجل عملية سياسية لعموم سوريا ربما سيكون له النظام يعني حصة اقتصادية وربما يكون للمعارضة أيضا حصة أمنية وإدارة محلية داخل المدينة وعلى هذا الأساس أصبح الدير الزور حالة توافقية تحتاج إلى البتس يعني مرهونة مرهونة بإتفاقيات الهدنة التي تجر الآن مرهونة بالقرار 2254 وآليات تنفيذه نبقى في سوريا حيث يحتل تنظيم داعش منطقة حوض اليرموك في ريف درعا ما أوقف ضخ المياه لقرى الجنوب وأجبر المجالس المحلية والأهالي على حفر آلاف الآبار التي أسهمت بخفض منسوب المياه الجوفية في جنوب البلاد مراسلنا عبد الحي الأحمد والتفاصيل تتدفق هذه المياه من منابعها في الهضاب والجبال المحيطة بسهل حوران عبر ست أو دية كانت تغذيشة البقاع الجغرافية لدرعا والقنيترا تخزن التجمعات المائية في عدد من السدود التي شيدت سابقا بهدف الرأي والزراعة وينتهي مجرها ضمن ما يسمى حوض اليرموك لتبلغ منتهها في سد الوحدة على الحدود السورية الأردنية ليتم ضخها مجددا إلى عشرات القرى والبلدات عبر محطات آلية في منطقة الأشعري المتاخمة لمناطق احتلال تنظيم داعش 75% من محافظة درعا وريفها كانت تتغذي على خط مياه شروع مياه الأشعري أي ما يقارب 600 ألف نسمة كانوا يشربون من هذا الخط فتم توقف هذا الخط بسبب المعارك الدائرة في المنبع مما اضطر المجالس المحلية والأهالي لحفر آبار عشوائية كثيرة جدا أي السن الماضي بما يقارب 3000 بئر لم يكن اختيار داعش لأماكن احتلاله أقصى الجنوب السوري أمرا عبثيا فتواجد مقاتله هنا مكنه من التحكم نوعا ما بالثروة المائية مما انعكس سلبا على الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحري وقوات النظام على حد سواء فوصول مياه الحوض إليهم لم يعد ممكن منذ احتلال قرى سيل وجلين وتل الجموع بالقرب من مدينة نوى هذا المشروع يضخ إلى محطة موجودة بجانب الطريق العامة بين نوى واتسيل هذه المحطة تضخ الماء إلى سفح التل الجموع ومنها بالإسالة إلى نوى توقف هذا المشروع عن العمل بتاريخ 21-02-2017 وذلك بسبب الحرب التي ما زالت دائرة بين المنطقة وبين ما يسمى داعش وقد استعادت المجالس المحلية عن ذلك بالحفر الجائر لآلاف الآبار الارتوازية التي تهدد منسوب المياه الجوفية بالنفاذ على مدى السنوات القليلة القادمة المياه متوفرة بشكل جيد ولكن العمل الإجرام الذي قام به دواعش الحوض باستغلال هذا السلاح هذه النعمة هذا الوجود المتوفر للمياه يدام ضمن الشرائع الدولية ويدام ضمن شريعة الله عز وجل إن احتلال مصب المياه الرئيسي في حوران وعدم القدرة على الاستفادة بشكل كامل من مخزون المنطقة الاستراتيجي يتعدى خطره حد الاستنزاف فتأثير ذلك يمتد إلى قطاع الزراعة الذي تراجع بشكل مرعب خلال الأعوام الثلاث السابقة لنشراتنا بقية مشاهدين ولكن لا نعود بعد فاصل قصير أحييكم من جديد أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن ثلاثة من المطلوبين ضمن قائمة تضم ثلاثة وعشرين شخصا سلموا أنفسهم إلى الجهات الأمنية كما جددت الداخلية دعوتها للمطلوبين كافة لتسليم أنفسهم محذرة كل من يأويهم أو يتستر عليهم من الوقوع تحت طائلة المسؤولية في الشأن اليمني شنت قوات الشرعية اليمنية هجوما على موقع المتمردين في شارع الستين الذي يربط صنعاء بتعز كما أكدت مصادر عسكرية تقدم الجيش الوطني اليمني باتجاه منطقتين البرح والوازعية بعد معارك أسفرت عن قتل تسعة أفراد من الميليشيات الإنقلابية يوم بعد آخر تتكشف معالم الجرائم الإرهابية التي كان داعش يرتكبها ضد ضحاياه من أهل مدينة الموصل العراقية والمدن العراقية الأخرى سجن جديد خصصه قادة التنظيم في منطقة باب الطوب غربي المدينة مارسوا فيه أبشع أنواع التعذيب ضد من يخالف تعليماتهم أو يعارض احتلالهم للموصل مراسل ناويسام يوسف والتفاصيل من آخر سجون داعش التي سيطر عليها الجيش العراقي بالقرب من منطقة باب الطوب جنوبية الموصل القديمة بعد أن تأكدن من أنه قد تم تطهيره تماما من متفجرات داعش دخلنا هذا المكان واكتشفنا أنه يحوي زنازين بعدد أكبر من مثيلاته في الموصل لكن مقاتلي داعش حرصوا قبل وصول القوات العراقية على إفراغه من وثائقه المهمة بالإضافة إلى التعذيب الذي كانوا يعذبوهم هو جوه طبعا التعذيب النفسي كان أكثر وأقسم من التعذيب الجسدي يعني ما كان يعذبوهم مثل ما يعذبوهم نفسيا أنه كل ساعة يجيون عليه أنه راح نطلعك وراح نعدمك وهالساعة راح يجي دورك أنت أو يأخذوه ويطلعوه لبرا يضربون طلقاتهم ويخوفوه بحيث أنه هو هذا وخلص يعني عدموه ويرجعون ويرجعون مرة ثانية وكانوا يأخذوهم بعوقات مثلا بالأخص أنه بالليل أول النوم أول فجر قبل الصلاة أكثر من عشرين زنزانة يحويها هذا السجن الذي اتخذ من إحدى البنايات العائدة لأحد المواطنين مقرا لعو بالاستولى عليها قادة داعش وصدروها من صاحبها بالقوة والإكرار حيث حوله إلى سجن كبير يمارس فيه أبشع أنواع التعذيب بحق العشرات من ضحاياه من أهل الموصل طبعا هذا أكبر سجن عثرت عليه قوات العراق إلى حد الآن هي عبارة عن عمارة مكونة من خمسة طوابق تحتوي على زنازين جميع طوابق هذه العمارة هي على شكل زنازين هو سجن كبير الكثير من مخلفات داعش تازالت موجودة طبعا هنا في هذا المكان حجم جرائم داعش في الموصل يمكن معرفته من خلال الأعداد الكبيرة للسجون التي أعترت عليها القوات العراقية المشتركة في جانبي المدينة الأيسر والأيمن فضلا عن اتخاذه منازل المواطنين وممتلكاتهم مقرات لهذه السجون يعتقل فيها من يشاء ويعذب فيها أي مؤارض لاحتلاله من الموصل يوميا يدخلون أعداد هائلة تدخل يعني 60-70 يسحبون 15 سجون يحولهم سجون كانت صغيرة يعني ما تستعب هذا الكمل هائل من السجناء الذي دخلوهم يعني سجناء من مختلف الأعمار يعني شباب مراهقين حتى أطفال كانوا يجيبون كانوا رجال كبار بالسن شيوخ يعني كانوا يدخلون وكانت حالات تعذيب يعني مستمرة مع السجناء يستخدمون أبشع أساليب التعذيب يعني تعذيب ماي مثلا بب يعني فد ماي بأسفل الأقدامي طمسون رجلين للشخص بأقدام وبماء ويفتحوا الكهرباء عليها بأقدام يعني حتى أضافي رطك دم تجري دم وتسيل دم من الشدة التعذيب اللي كانوا يعذبون بها الناس منذ تحرير الموصل من احتلال داعش وعشرات السجون تتكشف أمام العالم فالقوات العراقية تعثر بين الحين والآخر على مقارة تعذيب كانت تابعة لداعش في هذه المدينة وهو الأمر الذي يشير بوضوح للرفض الواسع الذي جبه به التنظيم وأفعاله وأفكاره من قبل أهالي الموصل حيث اعتقل الآلاف من الموصلين في هذه السجون التي دخلوها بسبب أو بدونه بعيدا عن الشأن العربي جرح 34 شخصا على الأقل في انفجار شحنة ملغمة في مدينة لهور الباكستانية وتواجه المستشفيات المحلية صعوبات في معالجة المصابين جراء انقطاع التيار الكهربائي في حين لم تعلن أي تجهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم قال قائد القوة الجيوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن جهود بلاده تضاعفت لتعزيز قدراتها الصاروخية وأكد العميد أمير علي حاجزادة سعي طهران المستمر من أجل تعزيز وتقوية برنامجها الصاروخي لتصدي لما أسماه بالهيمنة والأطمع الخارجية بصيص من النور يضيء لنا ظلام دروبنا لنستطيع المضي قدما تحديا لسعاب الحياة ومرارها إنه الأمل للعام الثاني على التوالي يحتفي تلفزيون الآن بيوم الأمل من خلال عرض سلسلة تقارير تروي قصصا وقعية حقق ذوها أمالهم المختلفة اليوم مشاهدين نبدأ من السعودية حيث قابلت كاميرا أخبار الآن أحمد الحنتول من الرياض ليروي لنا قصة أمل بصيص من النور يضيء لنا ظلام دروبنا لنستطيع المضي قدما تحديا لسعاب الحياة ومرارها إنه الأمل ولد أحمد ليجد نفسه يصارع عدة أمراض مر به الزمن واستمر الصراع إلى أن أصبح شابا يمتلك كنزا اسمه الأمل بداية المرض عندي مشاكل في القلب سويت أول عملية القلب بعدين أجعني فشل كلوي وأنا كنت صغير كنت أدرسة الابتدائية طبعا وبدأت أسوي غسيل الكلا بدأت أسوي غسيل الكلا 6 سنوات بعدها استمرت على الغسيل 6 سنوات بعدها زرحت أول زراعة وما كتب الله وجلست سنتين وراحت عليه فشل بعدها جلست على الغسيل وبعدها زرحت ومرست حياتي الحمد لله وما خلت شيء يقف طريقي وحمد لله استمرت حياتي لم ييأس ولم يقنط من رحمة الله وثق بربه وكان ربه عند حسن ظنه اشتد المرض أحتاج إلى متبرع بالكلا ليتمكن من العيش فتبرعت والدته بكليتها لإنقاذ فلدة كبدها والتي ما لبثت أن توقفت عن العمل مرة أخرى بعد سنتين فرزقه الله بخته العظيمة التي لم تتردد بالتبرع له بكليتها وليس غريبا عليها هذه التضحية العظيمة بداية أحمد طبعا عنده مشاكل خلقية منذ الولادة عنده مشاكل في القلب ومشاكل المثانا مشاكل المسالك البورية برضو الأمر هذا أدى أنه كان عنده تشوه خلقي في الكلا طبعا عملوا لعملية الكلا هذه بداية في مسيف الملك فهد في الأحسان بعدين تطور وضعه الصحي استدعى أنه ينقل مسيف الملك فيصل التخصصي جرت لعمليات استيصال للكلا طبعا اضطر أنه بعدها يدخل فترة الغسيل الكلوي استمرت مدة 6 سنوات أثناء الـ 6 سنوات هذه كانت تم حاولات أنه علاج أحمد مثلا أن يكون في الخارج وكذا والله ما حصل له نظرا الوضع الصحي كان جدا صعب تبرعت للوالدة في الفترة هذه جلست معه الحمد لله لمدة سنتين بعدها أمر الله أراد يعني فشلت الكلا مرة ثانية رجع مرة ثانية أحمد الغسيل الكلوي أثناء الفترة هذا طبعا ما شاء الله عليه كان متغلب جدا للأمراض مارس حياته طبيعية فترة دراسته وهواياته كانت ماشية لفترة الغسيل هذه كنا أنويان بعدين نعمل فحوصات مرة ثانية مسألة التبرع أخذت مننا وقت شوي ممكن تقريبا سنة وشي الحمد لله أنتهت الفحوصات تطابقه كذا أجريت عمليات التبرع بالكلة طبعا كان الكلام هذا في السنة هذا الفين وسبعة عشر والحمد لله تبرعنا بالكلة وأمور طيبة وأمور الحمد لله إن شاء الله طيبة والحمد لله يعني إيماننا ممكن فيه بعد الله سبحانه هو اللي يعطى الدافع وأمل لأحمد أنه يتغلب على كل مشاكل بالأمل نحيا وبالأمل نتغلب على الصعاب رسالة من أحمد وشقيقته إلى الجميع نشرتنا مستمر مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير التغير المناخي قد يتسبب في وفاة 150 ألف أوروبي سنويا أحييكم من جديد توقع عدد من الباحثين المختصين في التغير المناخي أنه قد يتسبب في وفاة 150 ألف شخص سنويا في أوروبا بنهاية القرن الحالي دعينا الحكومات إلى ضرورة التحرك وبسرعة التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميلة ديما نجم مئات الملايين من الأشخاص سيتعرضون لظواهر المناخية القاتلة بحلول عام 2100 حسب تقرير نشرته صحيفة الانديبندنت البريطانية فبحسب دراسة علمية حديثة توقع الباحثون أن حالات الوفيات الناجمة عن ظواهر المناخية القاسية سترتفع إلى الضعف مشيرين إلى أن تغير المناخي قد يتسبب في وفاة 150 ألف شخص في أوروبا سنويا بحلول نهاية القرن الحالي إذ يتوقع الباحثون تأثر القارة الأوروبية بكوارث مناخية كما حذرت أبحاثهم من الآثار المميتة للإحتباس الحراري ذكرت الصحيفة أن أبحاث المفوضية الأوروبية في مجال تغير المناخي استنتجت أن عددا كبيرا من الأوروبيين سيموت مستقبلا بسبب ضربات الشمس والقلب وضيق التنفس ومشاكل الفيضانات أو الجفاف ما قد يؤدي إلى نقصا في إمدادات الغذاء وتفشي الأمراض وانتشار الحرائق في الغابات دعا ناشطون بيئيون من منظمة أصدقاء الأرض إلى العمل سريعا بشأن تغير المناخ مشيرين إلى أن عددا ضخما من البشر في جميع أنحاء العالم يموتون بالفعل بسبب الظواهر المناخية القاسية ودون اتخاذ إجراءات متضافرة بين الحكومات وأن الأمر سوف يزداد سوءا خاصة في أوروبا كما دعا ناشطون الحكومة البريطانية إلى تقليل استخدام الفحم والنفط والغاز والتحول إلى الطاقة المتجددة وفي السياق قال مدير المركز الأوروبي للبحوث المشتركة في إيطاليا إن التغير المناخ واحد من أكبر التهديدات العالمية التي تواجه صحة الإنسان في القرن الحادي والعشرين كما أن مخاطره على المجتمع ستزداد ارتباطا بالمخاطر الناجمة عن الأحوال الجوية يذكر أن أوروبا تواجه موجة حرارة شديدة الارتفاع هذا الصيف إذ تتجاوز درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية ومع اشتداد حرارة فصل الصيف في ذروة فتراته هذه الأيام يجب الحذر عند تعرض لأشعة الشمس المرتفعة إذ تنتشر الكثير من الأمراض المختلفة ماذا يحدث في جسم الإنسان عند التعرض لدرجات حرارة ورطوبة عالية الإجابة مع الزميلة موناء عبواد الحديث الصحي الشغل في هذه الفترة من العام وفي مناطق واسعة من نصف الكرة الأرضية الشمالي هو موجات ارتفاع حرارة الأجواء والمعاناة الصحية وتجمع المصادر الطبية على أن اجتماع ارتفاع حرارة الأجواء مع كل من ارتفاع نسبة الرطوبة وممارسة الإجهاد البدني هو السبب الرئيس في ازدياد احتمالات الإصابة بالتأثيرات الصحية السلبية نتيجة لارتفاع درجات حرارة الجو وعند ارتفاع حرارة الجو يتفاعل جسم الإنسان مع ذلك بضخ كميات أكبر من الدم إلى سطح الجل وذلك حتى يتم طرد حرارة الجسم الداخلية إلى السطح وهو ما يؤدي إلى حدوث التعرق ومع تبخر ذلك العرق تبدأ حرارة الجسم بالانخفاض مرة أخرى وتعد ضربة الشمس الأشاد خطورة من بين تلك الأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة وتحصل عندما يفقد الجسم القدرة على ضبط حرارته وبالتالي ترتفع حرارة الجسم بشكل سريع وتتعطل آلية إفراز العرق وتصبح سلامة الجسم مهددة وترافقها عدة أعراض أهمها ارتفاع حرارة الجسم مع جفاف الجل وعدم إفراز العرق وتسارع نبض القلب والشعور بالدوخة وتشمل الأمراض المرتبطة بالحرارة أيضا الإجهاد الحراري وهو مرض يمكن أن يسبق ضربة الشمس وتشمل أعراضه التعرق الكثيف والتنفس السريع وسرعة النبض وتشنجات الحرارة وهي آلام العضلات أو تشنجات تحدث أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو المشهود البدني الشديد في تلك الأجواء الحرى والطفح الحراري وهو تهايج في الجلد نتيجة حصول التعرق المفرد وينصح الأطباء باتخاذ إجراءات معينة لمنع الأثار السلبية لدرجات الحرارة العالية مثل استخدام تكيف الهواء لكن بحذر وتجنب الأنشطة في الهواء الطلق وارتداء الملابس الخفيفة وشرب المزيد من المياه نتحول وإياكم مشاهدين الكرام إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة البيان الإماراتية التي نقرأ منها كائنات غريبة تهاجم التلميذ على شواطئ أستراليا قالت السلطات المعنية في أستراليا إنه ربما كان هناك خطر يهدد السائحين على الشواطئ الأسترالية إذ نقل المصعفون تلميذا للمستشفى جراء إصابته بنزيف حاد في ساقيه أثناء استحمامه في البحر وعثر الباحثون لدى الفتى الأسترالي على عدد من الجروح الصغيرة بحجم الإبرة ناجمة عن تعرضه للعض من قبل كائنات صغيرة يرجح أنها تكون قبل البحر إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية مشاهدين التي نطالع منها دب يهاجم حارسا في حديقة ويصيبه بجروح خطيرة جاء في تفاصيل الخبر هاجم دب حارسا وأصابه بجروح خطيرة في حديقة حيوان تضم حيوانات مفترسة بوسط السويد حدث الهجوم بينما كان الحارس ينظف حضيرة الدبابة في الحديقة غير أنه لم يتضح كيف دخل الدب إلى الحضيرة المسيجة واخترنا لكم من صحيفة القبس الكويتية رجال إطفاء يشعلون الحرائق في إيطاليا ببضى على خمسة عشر متطوعة من أفراد الإطفاء في إيطاليا للإجتباه بافتعالهم حرائق في جزيرة سقلية للحصول على مكافآت مالية عند إطفائها ويتهم هؤلاء الأشخاص بالتزوير لأنهم حصلوا على مكافآت مالية من الدولة عند طلب السلطات لهم إخماد الحرائق وصحيفة الرياضة السعودية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم أبل تستعد لطرح مسلسلها الثاني بعد تجربتها الأولى في عالم المسلسلات تطلق شركة أبل الأمريكية العملاقة ثاني مسلسلاتها في الثامن من الشهر الجاري ويعتمد المسلسل الجديد على فكرة البرنامج الحواري الشهير على شبكة سي بي أس The Late Late Show with James Carden الذي يغني فيه الضيوف أثناء قيادة السيارة مع مقدم البرنامج ختام مشاهدين من صحيفة الخليج الإماراتية وعمالقة صينيون عمرهم خمسة آلاف سنة عثر علماء ثار في الصين على هيكل عظمية بشرية يتراوح طولها بين متر وثمانين سنتيمترا إلى متر وتسعين سنتيمترا في موقع مدينة أزدهرت قبل خمسة آلاف سنة في خبرنا الأخير أعلنت حديقة الحيوانات في العاصمة الشيكية براغ عن ولادة خمسة جراء من الفهود وقالت إدارة الحديقة إن هذه الجراء تعد من الفصائل النادرة للغاية وأن الحفاظ على حياتها أمر بالغ الأهمية وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين قوة النظام تكثف الضغط على حي جوبر بدمشق في أعنف قصف منذ شهرين العثور على استجن كبير كان داعش عذب فيه معرضيه غرب الموصل وبالأمل نحيا ونتغلب على الصعاب رسالة أم وابنها تبعث الأمل بما فيها من تضحيات إذن بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع بعد أقل من نصف ساعة موجز الأنباء ونو معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة